بعد إعلان ديوان الخدمة المدنية عن أسس ومعايير جديدة سيطبقها في الأول من تموز للعام الحالي ستعاد فيها حسبة جميع الطلبات المقدمة للديوان إذ ستعتمد على أقدمية الطلب بحيث ستكون هناك خمسين علامة للطلبات القديمة بدلاً من عشرين علامة الحقيقة الدولية استطلعت آراء المواطنين حول مدى جدية ديوان الخدمة المدنية لتطبيق التعليمات الجديدة حيث أبدى عدد منهم استياءهم من طريقة عمل الديوان الذي لا يتبع الأسس السليمة في مراعاة أقدمية مقدمي طلبات التوظيف وأن المعايير الجديدة لن تضيف شيئاً أعتقد أن المحسوبية هي الأساس في التعيين في كل شيء في البلد عنا هنا وهذا وضع ثابت وميؤوس منه يعني وجود الواسطات المحسوبية عندنا بشكل غير طبيعي هذا السبب الرئيسي اللي راح يخليه هذا الأشي يفشل أم بالأحرى ما ينجح نجاح اللي يكون هم معين له السبب هذا والله ما أظنيت شو سيد ما أظنيت الأسباب أنه الشغل واقف والازدياد السوريين والمصريين والبنجلادش والفلبينيين يدخلوا البلد أثر على المواطنين نفسهم اللي في الأردن والله هو الأسليب اللي بيمشوا فيها صحيحة بس مسألة الواسطة والمحسوبيات هاي دايما هي العصف الدوليب اللي بتنحط دايما والله هو بتخذوا قرارات كويسة ومنيحة وفعالة لكن الواسطة والمحسوبية هي اللي مسيطرة على الوضع لغاية الآن فيما رأى آخرون تفاؤلهم بالمعايير الجديدة متمنين أن تحل بعضا من مشاكل الشباب الباحث عن عمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الأردن طبعا تأمل كل شيء بتحل مشكلتها الشباب البطالي طبعا كله في ظل جرال ساحب سيدنا يعني الله يطول لنا بعمره وإن شاء الله أنه للأمام نعم ستحلها ستحل مشكلة دارة بعيدة المحسوبية نعم يعني الناس اللي قدموا من 82 أول 85 لحد الآن مطالة لفرشة العمل بالنسبة للعكومة طبعا بتحل المشاكل الأقدمية كمان بدهم إذا في يعني براعوا الأقدمية مش اللي بقدم المرة هاي بتعين الأقدمية لها كمان معايير يعني وتبقى الأيام القادمة كفيلة بمعرفة هل ستعمل المعايير الجديدة لدوان الخدمة المدنية على حل مشكلة الأدوار التي يعاني منها مقدمي طلبات التوظيف هايثم محمد الحقيقة الدولي ترجمة نانسي قنقر